وارجعنا لكم تاني مشاهدينا ولسا مكملين مع بعض ومنورنا دلاتي في الستوديو الدكتور محمد الفايد استشاري الصحة النفسية والطاقة الحيوية ازايك يا دكتور محمد اهلا بيك النهار ده بقى موضوعنا يعني عايزين ندخل في موضوع على طول تقلبات المواسم وليه في الوقت ده من السنة بالذات احنا كلنا بنحس بالاكتئاب بحس ان في حاجة تقيلة على قلبي كده بحس انها مش مبسوطة بحس انها مكتئبة وممكن ما يبقاش عندي مشكلة على ارض الواقع بس في الوقت ده من السنة وبرضو مع دخول الصيف يعني مع دخول الشتاء ومع دخول الصيف ليه بنحس بالحالة النفسية الغريبة دي تقلبات الطاقة في الوقت ده يعني احنا بنتكلم في دخول الخريف بتحصل تغيرات طاقية او تغيرات مناخية التغيرات المناخية دي فيه ناس كتير قوي بتتأثر بيها وخصوصا في الشتاء يعني يمكن في الصيف اقل شوية النسبة الاكتر تأثرا بتبقى في الشتاء طب انا اعرف تغيرات مناخية ايه لكن تغيرات طاقية علم الطاقة بقى فارد نفسه بشكل غريب بقى انا كده كم سنة فده يخليني اقولك يعني الطاقة ليه علاقة بالمناخ؟ اه طبعا ما هو المناخ لما بيتغير بيأثر على حيوية الكائن الحي اللي هي النبات والانسان والحيوانات وكل حاجة يعني مثلا في طاقة الخريف دخول الخريف ايه اللي بيحصل للنباتات والشجر؟ بيق اه صحك بنسمي طاقة الخريف بنسميها الطاقة الاحلال والتجديد اه القديم خلاص بيروح والجديد بيطلع فيه مقولة كده لسيدنا علي اشتنبوا اول البرد او اول الشتا يعني واستقبلوا اخروا فانه يفعل بكم ما يفعله في الشجر شفت الشجر كده لما ورقوا بيصفر فالطاقة بتتغير فبتغير كمان نفسيتنا بتأثر على طاقتنا زي ما بتأثر على كل ففي ارتباط كبير جدا بين المناخ وبين التأثير الطاقة عشان كده احنا دلوقتي ما عندناش طاقة تحس ان احنا فيه خمول كده بعض طبعا بتفرق من ولا مفروض ان دلوقتي يبقى العكس يعني مفروض في التوقيت ده يبقى عندنا طاقة وبنستقبل الشتا ولا بيبقى خمول وما فيش طاقة على حسب بقى ما وكل حد على حسب استعداده النفسي ايه وطاقته الداخل ايه عاملت ازاي في الوقت ده والتراكه مات يعني دايما احنا بنسمع عن فكرة الاكتئاب الموسمي صح خلاص ايه اللي بيحصل هنا هل انا فجأة ببقاعد كده ويدخل الشتا هيجي الاكتئاب لا طبعا بيبقى فيه تراكمات ممكن تكون على مدار شهور او سنين او فترات طويلة جدا بس مستنية الحاجة اللي تحصل فيها استرس اكتر فتقوم طلعة تنفجر كده التراكمات اللي موجودة جوانا خصوصا للناس اللي هم عندهم مشكلة اصلا في ايه حساسين زيادة اه عندهم استرس زيادة في حياتهم بالزبط وبيكتموا كتير يعني فيه ناس لما بيحصل اي حاجة بيخلصوا الموقف اول باول بيردوا بيتفاعلوا فيه ناس تانية بيعودوا يكتموا جواهم كتير يشيلوا كتير فإيه اللي يحصل يبتدي اتراكم كأنها دايما بشرحها كده كأن كباية انا كل يوم احط فيها شوية مية شوية مية شوية مية مع يوم مع اثنين مع اسبوع مع شهر مع سنة اتملت للاخر بعد كده لو حطيت فيها اي حاجة يحصل الفوران بقى الفوران الانفجار ده الانفجار بقى للنفس اللي بيحصل ايه فالانفجار ده بيحصل لما خلاص بيكون هذا الشخص تحمل كتير جدا فجي حصل مثلا تغيير في المناخ وخصوصا في الشتاء ليه خصوصا في الشتاء الجو غيم شوية ما بقناش بنتعرض للضوء كتير الشمس قال اه بالزبط بقى فيه خوف من حتة الرعد والبرء والأصوات اللي بتحصل والدنيا مغيمة فيه ناس اصلا بتخاف من ده فبيبقوا دول اكثر عرضة للاجتئاب الموسمة اه او حتى للتقلبات المزاجية اللي هتحصل على فكرة فيه في الصيف برضو بس اقلبك يعني نسبة قليلة قوي لكن في الشتاء اكتر نسبتها اكتر بكتير جدا بس هي مش قاعدة يعني فيه يعني انا واحد من الناس انا نفسيتي بتستريع جدا قول ما بتدي الشتاء يدخل اللي بتحصل الى الحلisma شكرا